من جهته أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري أن شعب البحرين قادر على الانتصار على جائحة كورونا بواصلة الالتزام بالإجراءات الاحتراسية وافقت الهيئة مشكورة على الاستخدام الضارئ للقاح المنتج ضد فيروس الكورونا المعروف من شركة فايزر لتصبح مملكة البحرين بفضل من الله تعالى ثاني دولة في العالم تجيز استخدام هذا النوع من اللقاح الهدف الأسمى من استخدام اللقاحات في أثناء وجود جائحة مثل الموجود فيها حاليا هي أن ننشر فكرة المناع الجماعية المناعة الجماعية هي أن تتمتع نسبة كبيرة كافية من أفراد المجتمع بالمناعة ضد الفيروس المنتشر وذلك سوف يساهم في انكسار انتشار هذا الفيروس بين أفراد المجتمع من قير ما تحدث أي مضاعفات اللي احنا شفناها خلال 11 شهر للأشخاص المصابين بفيروس الكورونا اشتركوا في القناة